الصوفي شكور هذه هي الصوفية الحقيقية نسميها بلغة العصر وإن لم تكن هذه الاستلاحات موجودة فيما قبل لكن هذا هو المراد من سلوك طريق التصوف عبارة عن شريعة وطريقة وحقيقة معنى شريعة يعني ما شرعه الله من عبادات ومعنى طريقة يعني السلوك ومعنى حقيقة السمرة أنا أصلي ما فائدة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يتقبلها الله إلا لمن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي الزكاة تطهرهم وتزكيهم به خزم أموالهم صدقتا تطهر الصيام لعلكم تتقون الحجف لا رفزها لفسه فإذا فيه شريعة لابد من أدائها وسلوك وهو النمر اتنين الطريقة والحقيقة السمرة المترتبة يعني الشريعة لابد أن تؤدي ثمرتها ثمرت هذا السلوك أنني بالصلاة تنهاني الصلاة عن الفحشاء والمنكر الزكاة لا بد لها من ثمرة ولذلك قالوا شريعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة ما معنى شريعة بدون حقيقة عاطلة يعني الشريعة والعبادات التي نعبد الله بها إلا تؤدي ثمرتها في السلوك تكون عاطلة عن أداء رسالتها ولو جئت بإنسان يقول عنده حقيقة وعنده خوارق للعادات وهو لا يصلي ولا يصمن قل له كذب وافتراء حتى قال بعضهم إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخالف شرع الله فهذا عمل الشيطان ترجمة نانسي قنع